السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم هو صرير الأسنان. طبعاً ترجمتها بالويكيبيديا وطلعت معي هكذا. نسميها كز الأسنان لما الناس تكزع أسنانه هي بلغة العامية. حاولت أن أردتها بالترجمة العربي والفصحة ما لا أي غير هذه الكلمة هي صرير الأسنان. الموضوع طبعاً معروف عن الناس هو لما الناس أثناء النوم أو حتى في منهم بالنهار تطبق فكا على بعضه الطرف العلوي مع السفلي وبصير عندها مثل هال يسميها كز على سنانه أو تطبق على سنانه بشكل كبير. طبعاً هالشي ممكن يسبب ألم للسنان نفسهم. ولو تبيعات رح حكي عليها في الفيديو هذا. هالله الناس ما حابة كمان تسمع الشرح أو ما تفهم ما حابة تفهم القصة إذا كان هي مع المشكلة أو ما مع المشكلة. فرح أكتب لهم تحت كمان الدقيقة اللي يبدأ فيها التمارين. ممكن تسبقوا الفيديو مباشر على التمارين وتشوفوه. ولكن أنا بنصح كل إنسان عنده هالمشكلة هاي. طبعاً عنده المشكلة رح يشوفه في الفيديو رح يشوف الشرح. بهمه الواحد يعرف شو سبب مشكلته. وللي ما عنده المشكلة. بتمنى يسمع يعرف كيف جسمه بشتغيل لأن هاي المشكلة ممكن تصير مع كل واحد. كل فيديو بالقناة كل المشاكل اللي فيه. لحده يفكر حاله انه هو يعني ما عنده هالمشكلة معتها ما رح تصير معه. المشاكل عبتصير معنا بشكل عام. هالمشاكل عم نعرضه هون. هالم أسفل الظهر الركبة الكتف الفك الايد. هاي كلها مشاكل عبتصير هالله بسبب اسلوب الحياة الجديد اللي صار اللي اللي عم نقعد فيه كتير اللي عم استعمل فيه ايدينا بشكل نفسه. بشكل خلينا نقول وحاضي يعني ما عم نحرك ايدنا بكل اتجاهات. ما عم نحرك كتفنا بكل اتجاهات. فهي المشاكل عم سوية كل اياتنا. وهي طريقة الحياة عايشينا كل اياتنا صدنا. في ناس تبدأ عنده المشاكل اكتر فينا بستعمل يعني بتعمل هالحركة اكتر من غيرها بيبدأ عندها المشكلة قبل. ولكن المشاكل اللي عم نعرضه ممكن تصير تصيب كل انسان فينا لان كل هاتنا عاشين تقريبا بنفس الطريقة. فبتمنى الكل يشوف الشرح للاخير. يفهم المشكلة حتى بتمنى اللي ما عنده ما عنده هالمشكلة هاي. يعمل التمارين. يعملها مرة في الاسبوع. مرتين في الاسبوع. ما بتضره ابدا. على العكس همام. بتفادى انه تصير معهم المشكلة بيوم الاياه. طبعا للناس بقى هالله اللي اللي حابة بقى تفهم القصة. اول شي لازم نعرف انه عضلات الفكين اللي عنا هون هي من اقوى عضلات الجسم. وبالتالي اي اشكال فيهم رح يساوي كمان مشكلة تتناسب مع قوة العضلات. يعني كلما كانت العضلات اقوى كلما كانت تبعات اي اشكال فيها اقوى كمان. هايش نقطة مهمة جدا. فالتبعات الممكن تصير للناس اللي بتعرف فبساوي الام في الاسنان نفسها. اسنان طبعا الاسنان هي بالاخير عضم على بعضه. فهذا بولد الام بالاسنان طبعا هذا الشي الظاهري اللي بره اللي يعني اول واحد ممكن يخطر عباله اذا كز سنانه عبعضه لفترة طويلة. اكيد رح ساوي الام في الاسنان. ولكن شي بقى اللي ما منعارفه نحن عبصير بالخلفية بالباكراوند هو انه سبب كز الاسنان عبعضه هي تشنج بعضلات الفك. معناها فيه طبق بالفك العلوي اصفلي بغض نظر عن سنان نفسهم ممكن يصير خشونة بمفصل نفسه. الخشونة تصير مفصل فك لانه مفصل فك مثل اي مفصل تاني عضمين وفيه عضلات رابطن عبعضن واي ضغط هالعضلات هاي سيضغط على العضمين عبعضن وممكن صي فيه خشونة مثل خشونة الركبة خشونة الحوض خشونة اي مفصل تاني. هاي بقى الشغلات اللي ممكن اللي تجي تبعاته بعدين. إذا واحد تستمر بهذا الموضوع هذا وما عالجه. اللي بحب يعرف أكثر وشايفها الصورة هاي تبع العضلات كلها تبع الراس هون. هاي العضلات نفسي عم حكي عليها كمان إلى وصل للراس كله هون له المنطقة هاي كلها هون. وبالتالي في كتير ناس صر عندهم ألم راس وجع راس صداع بصير عندهم. بيكون سببه هو بتشنل به العضلات نفسها. فالموضوع ما بضل بس موضوع كالسنان وشكله حلو ومن شكله حلو. الموضوع بتطور وبتفاقم لا يصير خشونة بموصل الفك. ألم راس ما أحدا ما أحدا بيعرف شو سببه بتعرفوا ألم الراس دايما نحن مملأ. أكتر شي واحد بروح بصور على راسه بشوفه عصبية ما عنده مشكلة ما بيعرف شو الحل تبعه. أو ما بيعرف شو السبب. فأسباب وجع الراس ممكن كثير جدا مختلفة. واحدة منن هي إذا واحد عنده مشاكل بيعضلات الفك بساوي ألم رأس molecule. فالتمرين الي راح نعمله هي تماما عكس الحركة تبع الكز على السنان. يعني الكز على السناني الحركة اللي تطبığ الفكين عند بعضهم. التمرين راح نعمل هي تمام نفسه الحركه هي أنه راح نبعد الفكين عند بعضهم. يعني راح نفتح تمنى. طريبا بهلا 함 Institute ودها في راحة للعضلات ومنعطيها ليسوا ليساولا العضلات من نتائجة وكثير ناس اللي بيعانيها من مشكلة هذه حío سيكون أكثر من رائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين بسيط جداً. رائع جداً بالمفعول. مشان الناس عندها مشكلة بالفك. اللي بتكزع سنانه. اللي عندها وجع راس. ممكن يكون جايب من السنان. اي انسان هيك بيوم الايام لم كان صغير حط مثلاً هذا تبع السنان. او اشتغل كتير بوضوع سنانه. او كان عنده مشاكل بالسنان او بكزع سنانه. هذا تمرين له. راح تكون انقاذ. مسابهة انقاذ. ومتما قلت لكم. هذا ممكن يساعد على مشاكل وجع الراس. طانين الادن. كل شيء المشاكل ممكن نصيب هالمنطقة هاي. ممكن هالتمرين لعب دور فيها. التمرين جداً بسيط. راح ناخد الابهامين. سبع الاصابع. واحد نعمله هيك والتاني هيك. تمام. راح نحط واحد تحت. على السنان. على سنان تحت. والتاني فوق. يعني هاي. هاي. ومن بعضهم عن بعضهم. نحاول نفتح تمنى لفوق. يعني نعمل حركة العكس الكز في حركة لفوق. ومنظل منفتح منفتح. بس حسينا ما بقي يطلع كتر من هيك. منعير ساعة دقيقتين كاملات. منظل دقيقتين كاملات هيك بها الوضعية هي. طبعاً ممكن بهالوقت هذا تحسوا عدنيكم عم فتح. عم تقطع. بعض ما يحدث. عنده طانين. بختلف الطانين. بختلف الصوت. بصير معكم كتير اعراض في هالوقت هاد. انتم تمندوها لعضلات هاي. اذا عملناها متجنب خليك هيك. تماماً هيك. طبعاً اندو لقوا اي اصبعتين هو افضل شيء الامبهامين. تحت فوق على السنان. وبنفتحه. دقيقتين كاملات من ضرف الوضعية هي. رائع. تمارين اكثر من رائع على موضوع السنان. يعطيك العافية. هلا الناس اللي عندها مشكلة مسلاً بسنانة. لأي سبب من كان. ما بدت حط ما خرج تضغط بسنانة. ممكن تستعمل طريقة اسهل. اسهل ولكن مفعولة كمان ما يبقوة المفعول طبعاً. اذا واحد تحط اليدين على السنان. هو ان واحد يمسك هون مثلاً. تحط هيك. ايده هي هيك. على حنكة. والايد الثاني هون. يسحبهم بعيداً عن بعضهم. هيك. طبعاً ما بكون له المفعول القوي طبع الاسنان. طبع الاسنان مفعوله جداً رائع. ولكن تقريباً بتساعد وتعمل تقريباً نفس المفعول. كل واحد عنده مشكلة. برجع بحكي. هالتمرين هاده اكثر من رائع. اللي بيجرب التمرين يعطيني كومنت. يعطيني تعليق. اكتب لي شو صار معه و شو حس. وطبعاً خليكن صابورين. كل التمرين بدي صبر. ما فيش بيختفي بيوم وليلة. ويعطيك العافية. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.